موسيقى الخمسة صباحا الثانية بتوقيت جراناتش موجزن اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم طلق رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الاردنية الملك عبدالله الثاني جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الاوضاع الاقليمية وخاصة في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية حيث تم تبدل وجهة النظر بشأن جهود التهدئة وقد شاد العاهل الاردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف اطلاق النار وانفاد المساعدة الانسانية كما ثمن الرئيس السيسي الجهود الاردنية في ذات السياق واكد الجانبان رفضهم التام لتصفية القضية الفلسطينية او تحويل الاراضي الفلسطينية الى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لانقاذ قطاع غزة من المأساة الانسانية التي يواجهها واوضح سفير احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الزعيمين حذروا في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة وتسعى نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة وعلى السلم والامن الدوليين اجرت السيدة انتصار السيسي اتصالا هاتفيا بالسيدة عزة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث القطار الاليم وقدمت السيدة انتصار السيسي خلال الاتصال خالص التعازي والموساة واكدت السيدة انتصار السيسي ان الحديث مع هذه السيدة المصرية الاصيلة كان مؤثرا وانها ابدت صبرا وامانا كبيرا بقضاء الله رغم عمق الالم واضفت السيدة انتصار السيسي نسأل الله ان يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر وان يتغمد الفقيدات بواسع رحمته شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان وتستهدف المبادرة الرئيسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان اتحت طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية وايضا السلوكية من اجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واع ومثقف للمجتمع وخلال الاحتفالية شاهد رئيس مجلس الوزراء والحضور فيلما تسجليا عن المبادرة التي تستهدف الانسان المصري وتدعم الهوية المصرية وكذا اهدافها واسلوب تنفيذها متضمنا جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام حيث تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهة الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة كما استعرض رئيس الوزراء والحضور استفافا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية وتحركت هذه السيارات من مقر استفافها من منصة ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي ذات التوقيت من مختلف المحافظات إذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة وجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وذلك بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة إطلاق المبادرة الرئاسية أكد مدبولي أن المبادرة تعد تكسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري كما تأتي إعلاناً لبدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان افتتح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ونظير الأمريكية أنطوني بلينكين اليوم الأربعاء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية فضلاً عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم هذا ومن المقرر أن يعقب الجلسة لفتاحية مؤتمر صحفي للوزيرين أدنى مجلس الوزراء اللبناني تفجير الاحتلال الإسرائيلي لأجهزة الاتصال اللاسلكية ببيجر في عدد من المناطق اللبنانية ما أصفر عن سقوط قتلى وجرحة وأكد المجلس أن هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية مشدداً على أن الحكومة باشرت على الفور القيامة بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا العدوان شاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر ومحضراتكم على الشاشة شكراً على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أمصاري ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة